والدته أصرت أنه يكمل تعليمه أصرت أنه يعني يسلك طريقه بعيدا عن طريق الوالد وكانت يعني تقرأ عليه بعض الحكايات القديمة وبعض القصص وبعض الروايات لا علاقة بالقادة لا علاقة بالعسكرين لا علاقة بالحروب وبعض الحكايات الشعبية زي أبو زيد الهلالي وغيرها وكل ده كان بيسهم في سياغة التكوين المبكر للأستاذ محمد حسين نيك ثم هو في وقت لاحق بدأ يشتغل على نفسه مبكر بدأ يتكن لغاته وشارح الأمر ده تأتكن لغة الإنجليزية واللغة الألمانية في وقت مبكر جدا حضر محاضرة كان فيها كاتب إنجليزي شهير اسمه سكوت واتسون سكوت واتسون كان مدير تحرير جريدة الإجيبشن جزيت في سنة 42 لما حضر محاضرة وسمع سكوت واتسون هو بيتكلم عن الحرب الأهلية في أسبانيا تأثر بكلامه جدا وقرر إنه ياخد سكوت واتسون كمثال أو كقدوة لي فبعد يومين من المحاضرة راح على مقر جريدة الإجيبشن جزيت وطرق الباب وقال أنا عايز أتدرب صحفيين أكون صحفي زي الأستاذ سكوت واتسون دي كانت القدوة الأولى في حياته أستاذ محمد حسين نيك وبالفعل دي كانت مرحلة مبكرة جدا وسهمت في سياغة فكره واستمر في الإجيبشن جزيت لمدة سنتين كان بيوتكنس وقتها الإنجليزية والألمانية ثم انتقل إلى تجربة أخرى وهي تجربة آخر ساعة في تجربة آخر ساعة بيلطاق بيه أستاذه الثاني في التوقيت ده والأستاذ محمد التبع أستاذ محمد التبع هو مؤسس الصحافة المصرية الحديثة ورجل يعني له إسهامات كبرى على تاريخ الصحافة المصرية هيك لما بيلطاق بيه الأستاذ محمد التبع بيبدأ وذكر في كتابه بين الصحافة والسياسة أن الأستاذ محمد التبع هو أستاذه ووصفه بهذا الوصف بيبدأ يتأثر بيه بشدة ومرحلة النبوغ بقى وهي مرحلة منتصف الأربعينيات وبدايات الخمسينيات بيتشكل صحفي مهم جدا في التوقيت دوات إلى أن يصبح رئيس تحرير في سنة 52 قبل كيام صورة يوليو يعني البعض يربط محمد حسين هيكل بالرئيس جمال عبد الناصر وبعض المنتقدين لمحمد حسين هيكل يعني بيقولوا أنه حصل على مكاسب نتيجة علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر حامل حسينيات كان رئيس تحرير في يونيو 52 قبل كيام صورة يوليو بحوالي شهر وبدعة أيام كان رئيس تحرير آخر ساعة وكان عمر 29 سنة في التوقيت دوات الحقيقة فكرة تقطية الحروب يعني شارك في حروب يعني كان شاهد على حروب كثيرة زي ما حضرتك دكارت وسافر يعني فلسطين لتقطية أيضا الحرب هناك بجانب تقطية العديد من الأحداث الأخرى زي ما حضرتك دكارت في كوريا وفلوجة وغيرها زي ده ممكن يكون كمان شكل وجدان رسالة محمد حسيني هيكل أثر حتى في طريقة كتابة له أن كل صحفي بيكون ليه طريقة مختلفة يقدر يوصل بها رسالته الحقيقة إلوصي محمد حسيني هيكل لوج عبارة هي أنا في اعتقاد هي جزء من تشكيل مرحله الأولوية أن قيمة الإنسان لا تتبدأ إلا على حفة الخطر الشخصية الحقيقية للفرد لا تظهر في الأوضاع الطبيعية أو العادية ولكن في الأوقات الاستثنائية أو أوقات الخطر صحيح تظهر شخصية الإنسان ويظهر معدنة وبالتالي هو اقترابه من هذه الأحداث مواقع النار والصراع والمعارك حول العالم هذه مناطق خطر سهمت في سياغة شخصية الأستاذ محمد حسيني هيكل وأنا أعتقد أن الأستاذ هيكل يعني اكتشف نفسه داخل هذه المعارك وداخل هذه الحروب ويلتقي بكبار القادة ويلتقي بكبار العسكرين في هذا الوقت ولكن في الحقيقة أن كتابات الأستاذ محمد حسيني هيكل ونحن في الفيلم الوصائيكي هيكل سيرة الأستاذ في القناة الوصائيكية مع فريق العمل المحترف اللي يعني كنا شغالين مع بعض على الفيلم عملنا ما يشبه دراسة تحليل مضمون لكتابات الأستاذ محمد حسيني هيكل هنكتشف أن فيه فارق كبير بين كتابات محمد حسيني هيكل ما قبل الأهرام بصراحة وبدأ رئاس تحريف الأهرام سبعة وخمسين ما قبل الأهرام كان يكتب فيه بداية من الاجبشن الجزيد ثم آخر ساعة وأخبار اليوم هناك فارق كبير بين هذه الكتابات وبين كتاباته في محطة الأهرام بصراحة